السلام عليكم متابعي قناة HD فيلم الكرام أشعر بالتعب لكنني أرفض السقوط وبيبدأ مسلسلنا النهاردة في تايلاند مع مدرسة سنوي أغلب الطلاب اللي فيها أسرياء جداً ومرفهين لأعلى درجة وبنشوف بنت جميلة اسمها جوريا عكس كل الطلاب دول لأن جوريا حالتها المادية صعبة جداً ودخل للمدرسة بمنحة دراسية مجانية وبتبقى جوريا أعدل وحدها من غير ما تختلط بحد لحد ما بيجي لها طالبة جديدة اسمها هانا وبتتعرف عليها وبتسألها هانا هي أعدل وحدها ليه فبتقول لها جوريا إنها ما بتعرفش تتعامل مع الطلاب اللي هنا لأنها مش من مستواهم واهتماماتها ومشاكلها مختلفة عنهم تماماً وبتقول لها هانا لو عايزة تمشي وتروح تصاحب شخص تاني من مستواها فهي مش هتزعل لكن بترفض هانا تقوم وبتطلب منها يكونوا أصدقاء وبعدها بتبدأ جوريا تفاهم هانا إيه اللي بيحصل في المدرسة وبتقول لها إنهم بيلعبوا هنا لعبة اسمها البطاقة الحامرة واللعبة دي عبارة عن إن الشخص اللي بياخد البطاقة الحامرة بياخده لما كان منعزل عن الناس وما فيهوش كاميرات أو تليفونات وبيفضلوا يتنمروا عليه ويدربوه وكل حاجة ممكن تتخيلها قدام عيون كل طلاب المدرسة واللعبة دي بيتم تحت تنفيذ المجموعة المسيطرة على المدرسة واللي هي مجموعة الـ F4 والمجموعة دي عبارة عن أربع أشخاص من أغنى وأكتر الطلاب نفوذ وفي الوقت ده طالب بياخد البطاقة الحامرة وبينتقل لمكان اللعبة وبيبدأوا يضربوا فيه والـ F4 بيتفرجوا وبتبقى جوريا بتشوف اللي بيحصل وهي متضايقة جدا وبعدها بتطلع فوق السطح وبتبضل تشتم في الـ F4 وطلاب المدرسة المرضى النفسيين لكن بيبقى فيه عضو من أعضاء الـ F4-4 واللي هو يبقارين وبيسمعها لكنه ما بيهتمش ولما بترجع جوريا بتقعد مع أصدقائها كانج وكاجوة وبتحكي لهم عن الـ F4 فبيبحث صديقها عنهم في مواقع التواصل وبيعرف إن أول عضو فيهم اسمه تايم ابن أكبر مديرة شركة عقارات في طايلاند هو وسيم جدا وفيه بنات كتير وقعة في حبه وتاني عضو هو ام جي واللي أسرته كلها من رجال العصابات وهو طالع على شكلة أسرته ودايما في البارات ومسير للمشاكل وتالت عضو هو كيفن وأشخاص من مستوى رقي جدا وأغلب وقته بيقضي صهر مع البنات وآخر واحد فيهم هو وارين واللي هو الشخص الوحيد الكويس في المجموعة ده غير إنه واريس أكبر مركز صحي في طايلاند ورسام هادي يقوم بيصيرش المشاكل ولا بيشارك معهم في مخططاتهم وألعبهم وبالليل بتقعد جوريا مع أسرتها واللي بتتكون من أخوها وباباها وممتها وبرغم إنهم أسرة فقيرة لكنهم بيستمتعوا بحياتهم لأقصى درجة من غير مشاكل الفقر اللي هم فيه وتاني يوم في المدرسة بيقعدوا جوريا وهانا مع بعض وأول لما بتقوم هانا بتوقع أكل على جزم التيم فبتبضل تعيط وبتعتذر له فبيقول لها إنه هيسمحها لو لا عقد جزمته فبيقول لها إنه هيسمحها لو لا عقد جزمته فبيقول لها إنها معاها حق وإنه هيسمح هانا على شانها وبيسيبهم وبيمشي وأول لما بتدخل جوريا للخازنة بتلاقي نفسها أخدت البطاقة الحمراء وبتحاول تهرب من الطلاب بس برضو بيبدأ التنمر عليها وكالعادة بتطلع فوق السطح وبتنفس غضبها بصوت عالي لوحدها وبرضو رين بيكون موجود هناك فبيقطعها وبيقول لها إن المكان ده كان هادي جدا من غيرها ولما بيجي مجموع الطلاب يدوروا عليها فوق السطح بينقذها رين وبيبعدهم وبينصحها تفضل قاعدة هنا وما تتحركش لحد بعد المدرسة ولما بيمشي بتلاقي كان بيرسمها وهي بتزعق فوق السطح وبالليل لما بتحاول تهرب بيمسكها مجموع الطلاب وبيحاولوا يتهجموا عليها لكن رين بينقذها تاني وبيؤمرهم يبعدوا عنها وعلشان الطلاب دول بيبقوا وقفين مستنينها برة وهي مش هتقدر ترجع للبيت بيشغل جرز انذار الحرائق وبيخلي حارس الأمن يطرد الطلاب دول وبيخليهم يهربوا وبيقول لها إنها تقدر دلوقتي تخرج من غير محد يأذيها ولما بترجع للبيت بتفضل قاعدة لوحدها وقفل على نفسها الغرفة وقسرتها لما بيلقوها كده بيحاولوا يساعدوها لكن ممتها بتبوز الدنيا أكتر لما بتطلب منها تتطبط بشاب غني وده بيخلي جوريا تتدايق أكتر وبتتعصب عليها وفي نفس الوقت تيم بيتعصب على مجموعة الطلاب اللي كانوا بيتنمروا على جوريا لأن حارس الأمن شافهم فبيتدخل إيميجي وبيهديه وبيقوله إنه تمدى في الأمر ده من البداية لأنهم مدوش البطاقة الحمرة لبنت قبل كده فبيقوله تيم إنه مش مهتم البنت أو غيره وإنها دلوقتي عدوته ولما بيدخل تيم للبيت بيقابل مامته اللي لسه راجعة من الصفر وبتقوله إنها سمعت بمشاكله في المدرسة وإنه لو مش قادر يسيطر على مدرسة صغيرة زي دي مش هيقدر يسيطر على شركتها لما يكبر والكلام ده بيخلي تيم يتدايق وبيتعصب وبينزل تيم يقود عربيته وهو متعصب ولما بيلاقي شخصين بيدايقوه بيركن على جانب وبينزل يضربهم أما جوريا فأثناء ما هي حزينة بتلاقي أسرتها جايبين لها جزمة جديدة بدل الجزمة المتقطعة اللي معاها علشان تهدى ويخففوا من حزنها لحد ما بيخلوها تضحك وبتفرح جوريا بدعم أسرتها لها وتاني يوم في المدرسة بتفتكر جوريا إن التنمر وقف لكن على العكس تماما الطلاب بياخدوا جزمة جوريا الجديدة وبيفضلوا يستدرجوها وراهم لحد ما بيدوا الجزمة دي لتيم اللي بيقطع جزمتها الجديدة بعدما أهلها صرفوا كل اللي معاهم علشان يجبوها لها وبيرميها في الزبالة وبيقول لها إن كل حاجة لازم تتحط في مكانها الصحيح زي ما هي مش في مكانها الصحيح دلوقتي بينهم لكن ما بتهتم الجوريا بكلامه وبتروح تاخد الجزمة من الزبالة وبتلبسها وبتضربوا بيها في بطنه وبتهجم عليه وبتقول له إنها مش هتستسلم وتسيم المدرسة زي ما هو عايزها تعمل واستزهول وصدمة كل الطلاب من اللي بيحصل وفي منهم طلاب بيصوروا اللي بيحصل وبيتم نشر الفيديو على مواقع التواصل وبيتقسم الناس لمؤيده معارض فمثلا فيه اللي متفق مع جوريا وإنها عملت الصح ضد متنمر محدش بيتصداله وفيه اللي شايف إن تيم هو الضحية من بنت مختلة نفسيا ومجنونة ولما بتيجي جوريا تروح للمدرسة بيتم خطفها من رجال تيم لكن بتتفاجئ إنه مش بيأذيها لكنه بيجمع فريق تجميل على أعلى مستوى وعمل لها عملية تجميل وخلى شكلها جميل جدا ولما بتخرج بيديها مفاتيح عربية وبيقول لها كل ده كلفه عشر مليون وفي مقابل كل اللي عملوا معاها بيطلب منها تسجل فيديو اعتذار ليه فبتقوله إنها مش هتسجل فيديوهات ومش هتاخد منه حاجة وبتضربه وبتحاول تهرب لكنه بيمسكها وبيعرض عليها تسجل الفيديو مقابل عشرين مليون لحد ما بتقطعهم مام التيم وبتقوموا الرجالها يطردوا جوريا ولما بتروح جوريا المدرسة بتلاقي إشاعات سيئة جدا طلع عليها وعلى أسرتها وسمعتها فبتتعصب وبتطلع فوق السطح تزعق لوحدها تاني وبيبقى رين فوق وبيروح يقف معاها وبتشكروا على كل المساعدة اللي قدمها لها وبيبقى واضح إن جوريا مبهورة برين وإنه مختلف عن الباقي تماما وبعدها بتيجي هانا تقابل جوريا وبيتمشوا مع بعض وبتعتذر لها إنها مش قادرة تساعدها ضد التنمر اللي بيحصل لها رغم إنها تحطت في كل المشاكل دي بسببها فبتقول لها جوريا إنها مزعلنة منها وكفاية اهتمامها وسؤالها عليها وبيرجعوا أصدقاء أكتر من الأول وفي نفس الوقت بيقول تايم لأصدقاؤه إنه عايز يخطف جوريا وينتقم منها ولما بيفضلوا وينصحوا ما يعملش كده لإنه هيقع في مشاكل بيتدايق جدا وبيسيبهم وبيمشي وبتشوف جوريا رين في المنطقة حواليها بالصدفة وبيبقى واقف بيتفرج على لافتة فيها عارضة أزياء مشهورة اسمها ميرا فبتروح جوريا وبتقوله إن ميرا دي قدوتها وإنها كملت دراستها علشان بتتمنى تكون زيها وبتدردش معا شوية وبعدها بتودعه وبترجع لهانا وبيبقى تايم بيرائب كل ده من البداية والتاني يوم وأثناء ماهانا رايحة قابل جوريا بتتفاجئ في خزنتها بالبطاقة الحمراء ومرة واحدة بيدخل عليها مجموع الطلاب وبياخدوها المكانهم وبيبدأوا يتنمروا عليها وكمان بيأمرهم تايم يحلقوا لها شعرها لكن بتدخل جوريا في آخر لحظة وبتقوله يوقف اللي بيعملوا ده فبيقول لها تايم إنه مش هيئزي هانا لو حلقت شعرها بأيديها أو اعتذرت له والتسلمت وعلشان جوريا مش عايزة تستسلم بتاخد منه مكنة الحلاءة وقبل ما تحلق شعرها بيقطعها رين وبيمنعها وبيوقف كل اللي بيحصل ده وبعدها البنات المتنمرين بيروحوا لجوريا وبيعتذرولها على التنمر والمدايقة اللي سببوها لها بعد ما شافوا قد إيه هي صديقة مخلصة وكانت موافقة على حل إشعرها مقابل إن صاحبتها ماتت إزيش ده غير إنه كل المشاكل اللي جوريا فيها دي بسبب هانا من البداية فبتسمحهم جوريا وبعدها بيعزموها البنات على حفل ترحيب بعريضة الأزياء ميرا وبيقولولها إنها حفلة بسيطة وممكن تلبس هدوم عادية ولما بترجع جوريا للبيت بتتصل بكانجي وبتطلب منها تيجي معاها للحفلة لإن هانا مش هتقدر تيجي معاها وبتكون أسرة جوريا بيتجسسوا عليها وبيسمعوا إنها رايحة حفلة فبيفضلوا يجهزوها وفي الوقت ده بيكون ريم مستني ميرا في المطار وأول لما بيشوفها بيجري عليها وبيحضنها وهو فرحان جدا وبرضو ميرا لما بتشوفه بتبقى فرحانة أكتر منه والتاني يوم في الحفلة بتتفاجئ جوريا وصديقتها إن الحفلة رسمية وكل البنات اللي فيها لبسين فستين وإن المتنمرين كانوا بيتحقوا عليها علشان يحرقوها وبتروح جوريا تقعد لوحدها وهي محروجة وبرضو بيروحوا وراها وبيقولوا لها إنهم عارفين إنها بتحب رين لكن الأفضل إنها تبعد عنه لإن رين بيحب ميرا ومرتبط بيها وبيرموا الأكل في فوشها وبيهنوها فبيتدخل رين وبيديلها منديله الخاص تمسح هدومها أما ميرا فبترمي عليهم مشروبها وبتوقعهم في حمام السباحة قدام كل الحضور وبعدها ميرا بتاخد جوريا لغرفتها وبتخليها تغير هدومها وبتفضل تتكلم معها وبتقول لها إن رين حكالها عنها كتير وإنه ممكن يبقى معجب بيها فبتستغرب جوريا وبتسألها هو أنتو مش مرتبطين؟ فبتقول لها ميرا إنهم أصدقاء من أيام الطفولة مش أكتر وبتقول لها ميرا إنها شافت فيديو ضربها لتيم وإنها أشجع بنت شافتها في حياتها وبتبدأ ميرا تجهز لجوريا لبس تلبسه وبعدها كل اللي في الحفلة بينباهروا بجوريا وهي نزلة وشكلها جميل جدا وبيروح لها رين وبيبدأ يتغزل فيها وفي جمالها وبيعرض عليها يرقص معها لكن بيقطعهم تايم وبيبعدهم عن بعض وبيزعق لرين وبيقوله إن البنت دي معاقبة بكارت أحمر وما ينفعش يفضل يساعدها بالشكل ده ولما بتحاول ميرا تهدي تايم بيزقها فبيضربوا رين علشان عمل كده وبيبدأوا اللي اتنين يضربوا في بعض لحد ما بتتدخل جوريا وبتقرب من تايم بالغلط فبتبعد عنه بسرعة وبيتحرك تايم قدام كل الحضور وبيطلع يجري وبعد كده بيعتقد تايم إن جوريا كانت أصدا تتقرب منه وإنها بتحبه علشان كده بتعمل مع مشاكل وبتبقى جوريا واقفة مع صديقتها كانج وبتقول لها إنها حسة بالزام لإن أول مرة من سنين الـ F4 بيحصل بينهم مشكلة ورين بينفصل عنهم فبتقترح عليها صديقتها تكلم رين بحجة المنديل اللي ادهولها وتطمن عليه وبالفعل بتروح جوريا فوق سطح المدرسة وما بتلاقيهوش هناك ولما بتنزل بتقابل ايمجي اللي بيقول لها إن رين في بيت ميرا ولما بتروح جوريا لهناك بتشوف رين وهو في جدال مع ميرا وبتعرف إن سبب المشكلة دي إن ميرا هتسافر فرنسا وتعيش هناك ورين طبعا مش عايزها تعمل كده وبيترجاها تفضل معه هنا وبعدها بتطلع جوريا تركب الأوتوبيس وبتتفاجئ بتايم قاعد جنبها وبيقول لها إنه عايز يجرب حياة الفقرة لكن بيكون الأوتوبيس فاضي خالص ولما بتضغط عليه بيعترف لها إنه اشتراها وبتفهم إنه بيطردها في كل مكان فبتفضل تهزأه وبتضربه وفجأة بتقف عربية قدام الأوتوبيس وبتخليه اضطر يقف وبتنزل جوريا بسرعة وبينزل تايم وراها يطردها لكن بتوقفه تايم أخته وبتتعرف على جوريا وبتعرض عليها إنها تخلي السواء يوصلها للمدرسة وبتديها رقمها وبتقول لها تكلمها في أي وقت وبتقعد تاي مع أخوها وبتقول له على سبب وجودها هنا وإنها رجعت من برة بسبب إن الشركة هتتعرض لمشكلة كبيرة قريب وإنها لازم تهتم بالمشكلة دي وبالليل بتشوف جوريا فيديو نرين وبيبقى واضح إنه زعلان فبتقرر إنها تروح تقابله تاني يوم وتتكلم معاه وبالفعل بتروح تاني يوم تقابله وبتسأله عن حاله بعد ما عرف بقرار ميرا فبيقول لها إن ميرا دي كانت مقربة منه في طفولته جدا وإنه لما كان بيتنمر عليه زمان لما كان ضعيف كانت دايما ميرا بتدافع عنه وإنه عايزها تفضل جنبه للأبد وبيبقى كل ده تايم بيرقبهم وبعدها بتروح جوريا ورين لميرا بناء على طلب ميرا إنها تشوف جوريا وبيسيبهم رين لوحدهم وبيمشي ولما بيمشي بتركع جوريا قدام ميرا وبتترجها ما تمشيش لإن رين بيحبها ومش هيقدر يتخلى عنها فبتعتذر لها ميرا وبتقول لها إنها مش هتقدر ترجع في قرارها لكن بتفهمها إنها أخدت القرار ده بسببها هي وبسبب شجعتها وشخصيتها المميزة وبيكون في الوقت ده رين بيرقبهم وبيسمعهم ولما بتنزل جوريا بتلاقي رين بيتعصب عليها وبيقول لها إنه ما طلبش منها تركع وتتوسل لميرا علشانه فبتقوله إنها عملت كده لإنها خايفة على مشاعره وإنها لما لقيته مستسلم للأمر الواقع ومش عايز يعمل محاولة قررت تتقدم هي وبتقوله لو هو بيحبها فعلاً ما يسبهاش تمشي كده بسهولة ويعمل أي حاجة وفي يوم سفر ميرا بيجي تايم وكيفين وإيميجي يودعوها وبتنضم لهم جوريا كمان وبتودعها وبعد ما بتمشي ميرا بيتفاجئوا كلهم إن رينجه فبتقوله جوريا إنه جيم تأخر وملحقش يودع ميرا فبيقول لها إنه مش محتاج يودعها ولا حاجة لإنه هيسافر فرنسا معاها وبيشكر جوريا إن هي اللي خلته يستجمع قواء ويعمل الخطوة دي وبرغم إنها بتحبه لكن بتبقى سعيدة لي وقبل ما يمشي بينادي عليه تايم مع إنه ما بيتكلمش معاه وبيفضل يزعق له إنه ما فكرش يكلمهم ويقولهم على قرار سفره ده فبيحضنوا رينو بيقولهم يخلوا بالهم من نفسهم وبيودعهم كلهم وبالليل بيقعد تايم مع أخته وبيطلب منها نصيحة تحسن علاقته مع جوريا بعد ما رين مشي فبتقوله إنه أفضل حل إنه يطلب منها تيجي معاه في موعد مباشرة وتاني يوم في المدرسة بتتفاجئ جوريا بإن تايم على التليفزيون وبيطلب منها تخرج معاه في موعد بكرة الساعة واحدة وبتتصدم جوريا لدرجة إنها ما بتبقاش مصدقة إن ده موعد وبتبقى معتقدة إن دي طريقة جديدة علشان يتنمر عليها ويحرجها زي كل مرة وتاني يوم بتقضي اليوم كله مع صديقتها وما بتهتمش بتايم والمعاد اللي قال لها عليه ولما بتيجي الساعة الثلاثة بتروح جوريا للمكان علشان تتأكد إذا كانت شكوكها صح ولا غلط بس لما بتروح بتتفاجئ إنه موجود هناك بالفعل طول الوقت مستنيها وده بيثبت لجوريا إنه فعلا بيحبها موسيقى 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 وبكده بينتهي الجزء الاول من مسلسلنا النهاردة ما تنساش لو مش مشترك بالقناة يلا اشترك دلوقتي وفعل الجرس علشان توصل لك كل ملخصات HD Film